مرحبا بكم سيداتي وسادتي على قناة الجسور مع حلقة جديدة من حلقات ذهنك المخادع الدليل العلمي لآليات التفكير النقدي واليوم راح تكلم عن الفصل التاسع عشر عن مصيدة التفكير بنظريات المؤامرة الكبرى هذا هو موضوع حلقتنا اليوم في هذا الفصل يبدأ ستيفن نوفيلا بالتساؤل أو بالسؤال هل تعتقد بأنه من الأرجح أن يكون الرئيس الأمريكي السابق قد تم اغتياله من قبل شخص واحد أي أن ليهارفي أوزولد قام بعملية الاغتيال لوحده تماما دون تدخل آخرين أم أن الاغتيال كان جزء من مؤامرة أكبر بكثير أو هل أنت من ثلث الشعب الأمريكي أو طبعا أكبر من هذه النسبة بكثير بين الشعوب العربية من الذي يعتقد بأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر والخاص بهدم برجي التجارة العالمي هو عمل داخلي مدبر من قبل الحكومة الأمريكية أو هل أنت من من يعتقد بأن شركات البترول الكبيرة هي التي تمنع تسويق مشاريع الطاقة المجانية التي تكلمنا عنها في الحلقات الماضية لمعلوماتك الخاصة لحد ما نحن جميعا لدينا اعتقادات بنظرية المؤامرة في داخلنا ففكرة أن القوة الشريرة والقوية التي تعمل بالظل لأجندات لا تناسب مصالحنا فكرة تحوز على انتباهنا وتثيرنا جدا فهي بالواقع صفة طبيعية تكيفية فينا مثلها مثل آلية القلق على سبيل المثال في كونها مفيدة بكميات قليلة لكنها لما تتطرف عندما تتطرف تصبح يصبح لها نتائج أكسية ومنهكة للشخص فبينما توجد هناك مؤامرات في العالم هذا بالتأكيد هذا لا يختلف عليه اثنان لكن التفكير الخاص بالمؤامرة الكبرى والتي هو التفكير المتطرف قد يصبح مصيدة إدراكية من السهولة بمكان أن نقع كلنا ضحايا لها ومن الصعوبة جدا الإنفلات منها فنحن نقول المؤامرة الكبرى أي عندما نقول المؤامرة الكبرى فنحن لا نعني المؤامرات العادية التي يتآمر بها شخصيني أو أكثر للقيام بعمل سري أو شيء سيء يضرب الآخرين المؤامرة الكبرى تكون كبيرة جدا ويتدخل بها ناس كثيرون ومؤسسات عديدة وقد تكون عالمية ونشاطات تستغرق أزمنة كبيرة جدا أصحاب نظريات المؤامرة الكبرى يقسمون البشر إلى ثلاثة مجموعات المجموعة الأولى هي مجموعة المتآمرين نفسهم وهؤلاء هم الأشرار من المؤسسات ذات الحجم الكبير وذات المصادر اللامتناهية هدفها هو السيطرة على العالم لكنها بنفس الوقت سادجة أو غير مبالعة أو متخبطة بعملها بحيث أنها ترتكب الأخطاء السخيفة التي يكتشفها القليل جدا من الناس وإلا كيف يتم الكشف عن وجود هؤلاء المؤامراتيون المجموعة الثانية هم من يكتشف المؤامرة أي هم أصحاب النظرية نفسهم هي مجموعة حذقة ذكية لديها القدرة على كشف المؤامرات الكبرى والقدرة على رؤيتها وهم يستطيعون قراءة ما بين السطور ليتعرفوا على الأيدي الخفية للمتآمرين وغالبا ما يرون أنفسهم كجزء من مجموعة جنود النور هدفهم هو أن ينقذوا العالم من المؤامرات الضلابية يعني نفس منطق الخير والشر والبطل والمجرم فهم الأخيار والمتآمرون هم الأشرار المجموعة الثالثة هي كل من لا يدخل في هذه المجموعة أو تلك بالعالم أي 98 أو 99% من البشر هم من الناس العاديون وهؤلاء هم الناس الصدج المفروض فهم لا يد لهم بالمؤامرات وليس لديهم القدرة ليروا أنها بالفعل موجودة بالواقع هناك مثال كلاسيكي لنظرية المؤامرة الكبرى التي تلوك بها الألسن كثيراً وأعتقد أننا جميعاً كملحدين متهمين بها من قبل المسلمين في قنواتهم ألا وهي أن الملحدين يتبعون جماعات التنويريون أو الألوميناتي أو الماسونية العالمية ويقبضون منهم الأموال فالألوميناتي بالنسبة لهم ما هي إلا حكومات تعمل بالظل هدفها تطبيق نظام عالمي جديد يحكمون به ويسيطرون على العالم أجمع كنظام الماسونية العالمية أصحاب نظريات المؤامرة يعتقدون أن بإمكانهم أن يروا خلف الأبواب المغلقة لكل شيء يحصل بالعالم وحسب رأيهم فأن التنويريون يكشفون عن أنفسهم من خلال الأمور الرمزية أو التصرفات الطائشة فالختم على الدولار الأمريكي مثلاً وصورة العين عليه بالنسبة لهم هي رموز الفري ميسون أو الماسونيون الأحرار الذين حسب إدعائهم أصحاب المؤامرة الكبرى لهم ارتباط بالمتنويرين وعليه فالرمز البريء كمثل العين على ظهر الدولار يصبح دليلاً قاطعاً على أن التنويريين خلف أكثر ما يحدث بالعالم من شرور أول ورقة أكاديمية على التفكير المفرط بالمؤامرة بالمؤامرة كتبت من قبل ريتشارد هوفستادر في عام 1966 بعنوان الصورة كانت الورقة بعنوان الصورة المتطرفة في السياسة الأمريكية لدرجة البرانوية أو لدرجة الارتياب أو الهاجس في هذه الورقة نظر هوفستادر إلى التفكير المؤامراتي وكأنه مرض نفسي مرتبط بإضطراب الوهم الهاجسي لكنه لم يقم بإعطاء تفسير لشعبية نظرات المؤامرة بين الناس فلابد أن يكون الموضوع أكبر من مجرد مرض نفسي إن كان سائداً لهذه الدرجة فالتفكير المؤامراتي هو طريقة لفهم عالم معقد أو غامض ويحدث غالباً عندما يشعر الناس بأنه لا حول لهم ولا قوة تجاه الأحداث أو أنهم ضحايا أمور لا يستطيعون تفسيرها فهناك الكثير من الدراسات التي تبين بأن الناس الذين يشعرون عامة بعدم قدرتهم على السيطرة على حياتهم أو على البيئة والعالم حولهم هم أكثر عريضة أن يعتقدوا من نظريات المؤامر بالواقع نحن غالباً ما ينقصنا معلومات تفصيلية عن أحداث سياسية مهمة أو أحداث جارية بالعالم وهذه الفجوة المعرفية تفتح الباب على مصرعي للتفكير المؤامراتي وذلك لأننا بذلك نستطيع أن نحشي الفراغات من معارفنا بأفكار أو بأمور تريحنا أو نعتبرها مفيدة بصورة ما التفكير المؤامراتي غالباً ما يعطينا الوهم بالتأكيد أي تفكيرنا لا بد أن يكون هو التفكير الوحيد السليم وهو بذلك يشبه الاعتقاد بالأمور الغيبية التي تعطينا الشعور الوهمي بأننا مسيطرين على البيئة حولنا وعليه فهذين النوعين من التفكير من شأنهما أن يلبيها حاجة سايكولوجية أساسية في الإنسان أحد أشكال التفكير المتجذر بالتفكير المؤامراتي هو التعرف على الأنماط أو فرط هذا النشاط بالدماغ فنظرية المؤامرة غالباً ما تكون مجرد نمط يرى في الأمور العشوائية وفي هذه الحالة هو نمط مفروض على أحداث غير مترابطة هل تتذكرون عندما تحدثنا عن البرادوليا أو ميل الدماغ أن يخلق شيء معين كهيئة إنسان مثلاً في البيانات العشوائية مثل السحاب أو وجه في بقعة زيتية أو جدع شجرة التفكير المؤامراتي يشبه البرادوليا لكن بصورة إدراكية فماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بأن دماغ المؤمنين في نظريات المؤامرة الكبرى يكون به قابلية مفرطة لرؤية نمط معين في الأحداث التي تحصل حوله وأساساً ما يفعله هو توصيل النقاط بين أحداث عشوائية غير مترابطة ليرى اليد الخفية التي تعمل خلف الكواليس الإفراط بالتعرف على الأنماط أيضاً يكون أكثر شيوعاً كرد فعل للشعور المصاحب بعدم القدرة على فعل أي شيء إذا القضية المطروحة والقيام بتفسيره للأحداث بأنها نتيجة لمؤامرة يخدم الحاجة العاطفية لدى البشر في الشعور بأننا مسيطرين على الأمور حولنا فحتى البرادوليا البصرية تصبح لدينا أكثر عرضة للحصول في الأمور التي يشعر بها الشخص بأنه لا حول له فيها ولا قوة ليس ذلك وحسب بل اللجوء لنظريات المؤامرة يلبي حاجات عاطفية أخرى من مثل احتياجنا للشعور بعزة النفس أو قد يكون كرد فعل لكون الشخص غير قادر على أن يصل إلى أهدافه الشخصية في حياته فعلى سبيل المثال النظر إلى النفس كجزء من جنود الحياة لا يعطيه فقط العزة بالنفس بل أيضاً هي وسيلة يوجه بها شعوره بالغضب تجاه الأمور السيئة بحياته الشخصية وهذا يشعله يشعر وكأنه جزء من القلة المميزة النيرة الذكية أي جزء من النخبة وهذا من شأنه أيضاً أن يعزز الثقة بالنفس فأن كنتم تتذكرون المحاضرة التي قدمناها عن علم النفس العقائدي أو الإيماني أو كيف يعتقد من يؤمن بفكرة ما فالتفكير المؤامراتي لا يختلف عن هذا التفكير الإيماني في الواقع يوجد صراع يحدث في الدماغ بين أثنين من الميول الجدرية فينا كبشر أحدها هو قدراتنا على القيام باختبار الواقع والآخر هو التعرف على الأنماط فطريقة التفكير الطبيعية هو أننا نتعرف على الأنماط حولنا ومن ثم نقوم بفلترة هذه الأنماط لاحقاً من خلال اختبار الواقع في وحدة أو جزء معين في الدماغ أي نحن نرى أنماط معينة في كل شيء حولنا ومن ثم نسأل أنفسنا هل هذه الأنماط تبدو معقولة أم لا؟ وهل تتطابق مع النموذج المخزون الشخصي للواقع لدينا؟ وهذا ما نسميه اختبار الواقع وبهذه الطريقة فالكثير من نظريات المؤامرة يتم إلغاؤها من قبل أدمغتنا أحياناً بصورة لا واعية وذلك لأننا لا نشعر بأنها ممكن أن تكون حقيقية أو أنها تفشل في التطابق مع نموذجنا الداخلي للواقع ولذلك فهذه النظريات تفشل عندما تقوم أدمغتنا باختبار الواقع لكن الناس متباينين في قدراتهم لرؤية الأنماط أو التعرف عليها وهم كذلك متباينين في مدى قوتهم لاختباراتهم للواقع على سبيل المثال المرض النفسي المعروف باسم سكتسوفرينيا يعرفه بصورة كبيرة كحالة ضعف بالدماغ لاختبار الواقع وعليه فأي مؤامرة أو فكرة تشككية تصل إلى درجة إصابة الشخص الذي يشتكي من السكتسوفرينيا الشديدة بالبرانويا أو الهاجس أو الشك الشديد على سبيل المثال وذلك لأن هذه الفكرة تكون قد تخطط وحدة اختبار الواقع في دماغه وتم قبولها وصار بذلك لا يفرق الشخص بين الحقيقة والحياة وهناك الكثير من مصائد إدراكية مختلفة من التي يقع بها من يؤمن بنظريات المؤامرة أحد هذه المصائد هي أو هو الانحياز التأكيدي الذي تطرقنا له بالسابق بكونه الميل لرؤية الأدلة التي تؤكد احتقاداتنا السابقة وتجاهل أو إلغاء أو غالبا تبرير الأدلة التي تدحض احتقاداتنا السابقة فأي جزء صغير من الأدلة ممكن أن يلقي هذا الشخص الضوء عليها ليبرز الشر من وراءه وبدلا من قيامه باستخدام فلتر اختبار الواقع بدماغه وهو يقوم بتلبيس الواقع بعباءة الشر ليجعل كل شيء يبدو وكأنه جزء من مؤامرة كبرى ولهذا فأي دليل سلبي أو غامض قد يستخدمه لدعم فكرة المؤامرة والتأكيد على ثقته باعتقاده وبعد فترة يسمح هذا الشعور المعزز ذاتيا وباستمرار مصدر ثقة بأنه لا بد أن يكون على صواب وهذا ما عنينا بالتأكيد وتتكون لديهم مناعة شديدة لأي تغيير بالتفكير أصحاب نظريات المؤامرة الكبرى غالبا ما يرتكبون المغالطات المنطقية أحدها ما يسمى بخطأ الإسناد الأساسي أو fundamental attribution error والذي يكون عند الرغبة في إلقاء اللوم على نيات الآخرين عند تحليلهم لتصرفات البعض من إلقائها على العوامل الضرفية مثلاً أو بمعنى آخر هم يميلون إلى الاعتقاد بأن كل النشاطات والنتائج وراها قصد مع سبق الإصرار والترصد وأن لا شيء يحصل بمجرد الصدفة هم يتجاهلون أو يقللون من شأن طبيعة الأحداث التاريخية الغامضة أو طبيعة التصرفات الفرجية للبشر والناس قد يكون لهم ردات أفعال بريئة تجاه الأحداث وليس بالضرورة أن تكون هذه الأفعال ضمن نشاطات جماعية مخططة بكل تفاصيلها وبسبب هذا التجاهل ولأسباب أخرى يصبح لدى أصحاب نظريات المؤامرة وللنظرياتهم مناعة لأي ضحف وهذه هي معضلته الإدراكية الكبرى أو عيبه الأساسي لأن هذا سرعان ما سيصبح ما نسميه بنظام معتقدي مغلق نظام اعتقادي يحوي ميكانية عزله ذاتياً من الدحف الخارجي ومن الأدلة والحقائق فكل الأدلة التي تبحظ النظرية وتلك التي تثبت بأن النظرية غير صحيحة ممكن أن يتم إيجاد التبريرات الخاطئة لها بكونها جزء من المؤامرة ذاتها فعلى سبيل المثال أي دليل يربط أوزولد لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق جي إف كندي قد ينظر له وكأنه دليل مزروع مسبقاً حتى يتم إذانة أوزولد بما في ذلك السلاح الذي استخدمه أوزولد والشضية التي وجدت بنقالة الإنعاش وصورة أوزولد وهو يقوم بالتدريب على السلاح قبل الإغتيال وهكذا ليس ذلك وحسب بل حتى عدم وجود الأدلة أو كون الأدلة ناقصة لبلورة نظريتهم قد يدعون أنه تم إزالتها أو التغطية عليها من قبل المتآمرون وأكبر مثال على ذلك هو ما حصل في حادثة ما يسمى منين بلاك طبعاً هنا لا نعني الفيلم المشهور بهذا الاسم لكن المؤسسة التي يزعم بأنها تعمل فضل وأنها على اتصال مع كائنات فضائية ولها يد بعمليات قوية وتفصيلية في عمل التغطية على الكائنات الفضائية لكي لا تعرف الحكومات أو الشعوب أنها والمتآمرون هنا يقومون بعملهم هذا بالقضاء على أي أدلة المتآمرون المقصود فيهم منين بلاك يقومون بالقضاء على أي أدلة تثبت وجود للكائنات القضائية على الأرض وعليه فأصحاب نظريات المؤامرة ممكن أن يبرروا أي أدلة متناقضة أو أن يبرروا عدم وجود الأدلة التي نعتقد أنها يجب أن تكون موجودة بنظرياتهم المفضلة ويجعلون لنفسهم مناعة لأي احتمال للضحر وعليه فهم يستمرون بالتواجد في داخل نظام مغلق مني والمناعة لا تكون ضد الدحض وحسب بل أيضا ضد تحملهم عبء الأثبات فعبء الأثبات يجب أن يقع على أي شخص يدعي أمر ما لكنهم يحاولون تحويل عبء الأثبات على الآخرين بقولهم عليكم أنتم أن تثبتوا أنني على خطأ وهذه مغالطة منطقية سائدة توظف للحفاظ باعتقادة ينقص الدليل وغالبا ما يكون هذا ديدا أصحاب نظريات المؤامرة وهو أن يحولوا عبء الأثبات على أي شخص ممن لا يقبل نظريتهم فيقومون بتحدي الآخرين بإثبات أنهم على خطأ بينما عبء الأثبات يقع على عاتقهم هم وهم يجمعون هذا التحويل في عبء الأثبات مع مغالطة منطقية أخرى هي تحريك العرضة أو تحريك الهدف يعني أنتم تلاحظون الحين قاعدين نحن نراجع كل الأشياء اللي درسناها في هذا يعني على نظري كيف نطبقها على نظرية المؤامرة يعني فيجمعون بين التحويل في عبء الأثبات مع مغالطة منطقية أخرى هي تحريك العرضة أو الهدف فيقولون أنه عليك أنت أن تثبت أن نظرية المؤامرة التي خلقوها هم هي خاطئة أو أن تثبت أن التفسيرات والنشرات الرسمية المقدمة من قبل المسؤولين للأحداث هي بالفعل صحيحة لكنهم يستطيعون دائماً وبكل بساطة أن يحركوا العرضة يعني من الخارج في خارج المرمى الهدف لأي أدلة يتم الحصول عليها فإن أعطيتهم دليل أعطوك هدف آخر وإن أعطيتهم الدليل على هذا غيروا مكان الهدف ومهما تعطيهم من أدلة لدعم التفسيرات التي لا تعتمد على نظرية المؤامرة فهي أبداً غير كافية على سبيل المثال كل دليل ضعيف بالتفاصيل لأحداث أبراج التجارة العالمية في 11 سبتمبر ممكن أن يفسر لأي مستوى اعتباطي على أنها أدلة فأصحاب نظرية المؤامرة باستطاعتهم أن يدعوا بأنه لا زالت هناك فجوات في التفسير الرسمي للحدث وأن هذه الفجوات تكون بسبب مؤامراتهم وما يفعل أصحاب نظرية المؤامرة بعد ذلك هو أنهم يقومون بتسيد الغوامض من الأمور يعني كل شيء غير مفهوم يستغلونه وقد تتذكرون أننا شرحنا هذا بالمحاضرة السابقة عندما تطرقنا للعلم المزيف وذكرنا بأن تسيد الغوامض يعني البحث والتنقيب على أي شيء يبدو غير طبيعي أو ضبابي أو يعارض التفسير والنشرات الرسمية أو البديهية فتسيد الغوامض يستخدم عندما يقول لك أحدهم أرأيت هناك مشاكل أو هناك جزء خافي في النشرة الرسمية للحدث أو ما قالته الحكومة لابد أن بالأمر مؤامرة هذا وهم حتى لا يكلفوا أنفسهم بأن يعطوا أدلة خاصة لهذه المؤامرة لكن كأن أخذت أي حدث تاريخي معقد من مثل اغتيال الرئيس الأمريكي السابق كندي على سبيل المثال أو أحداث الحادي عشر من سبتمبر فسوف تجد أن بيه الكثير من التفاصيل الغامرة وهذا أمر طبيعي لأن هذه هي الطريقة التي يعمل بها التاريخ الحوادث لا يمكن تفسيرها بالتمام والتمام وهذا راجع وبكل بساطة لما يعرف بالقانون الخاص بالأعداد الكبيرة فعدد المتغيرات بالأعداد الكبيرة يكون كبيرا جدا لدرجة أن الحوادث الضبابية والمصادفات الغريبة ليست فقط قابلة الحدوث بها بل وحتى مؤكدة الحدوث وهذا ما يعطيك رياضيات الاحتمالات وسيكون الأمر إعجازي بالفعل إن كان باستطاعتك اعتباطيا أن تفسر كل التفاصيل الدقيقة بحادث ما أو كل صغيرة وكبيرة في الحدث التاريخي وبالإضافة لذلك فنحن لا يمكننا أن نعرف كل الظروف التي شاركت في عملية سير الأحداث أمور من مثل من كان يشتكي من البرد ذاك اليوم أو صحى متأخرا من النوم مثلا ولم يذهب لعمله في أحد البرجين فهذه الأحداث غير متوقعة لأمور في حياتنا اليومية ولكنها ممكن أن تتدخل أو يكون لها دور جلي بالحدث لكنك لا يمكن أن تعرفها كلها وعلي فسيظل هناك الكثير من الغوامب إن كنت بالفعل تريد أن تتنقب عنها وعلى هذا الأساس فوجود الغوامب من الأمور لا يقول لنا أي شيء أو لا يعني أي شيء لأن أصحاب نظرية المؤامرة يستخدمونها وكأن لهم قرون استشعار يلتقطون بها النيات الشريرة بالأحداث فيوحوا بأنه يوجد شيء ما خلف الكواليس وأن هناك مؤامرة بحاك بالخفاء وهم غالبا ما يجمعون التصيد في الغوامب من الأمور مثل ما ذكرنا مع الترضية السادجة بكيف كان يجب أن تسير عليها الأمور أو أن يكون عليه الحادث فالأمور الغامضة غامضة لأنها لا تتطابق مع نسخة من فكرتهم أو نظريتهم هم بكيف كان يجب أن يحصل الشيء فعلى سبيل المثال بعد حادث العادي عشر من سبتمبر يعطيك أصحاب نظرية المؤامرة كيف يجب أن تكون علي أرضية الحطام الذي نتج عن استضام طائرة تجارية نفاثة كبيرة في مبنى قوي من مثل مبنى البنت البور هؤلاء لم يسألوا أنفسهم بمدى سذاجة افتراض أنه بمقدورنا معرفة كل التفاصيل الدقيقة لحدث كبير كهذا فأمر بهذا الحجم لم يحدث أبدا بالتاريخ كي نقيس عليه مثلا وفيزياء الطاقة الكبيرة الناتجة من التصادم ليست دائما بالصورة البديهية التي ممكن أن نتصورها لكن أصحاب نظرية الحادي عشر من سبتمبر بنوا ادعاءهم جزئيا على كونهم قادرين على التنبؤ بما يجب أن يكون عليه الحطام وعلي فأي شيء لا يتطابق مع نسختهم يعني شيء من مثل أحجام قطع المتناثرة من الطائرة مثلا فيسمون ذلك بالأمر الغريب وهذا دليل كافي بالنسبة لهم لإلغاء التفسير أو النشر الرسمية ووصمه بأنه خاطئ وغير صحيح وحالما يلغون هذا التفسير يقومون بارتكاب مغالطة أخرى هي المغالطة الخاطئة الثنائية الخاطئة أو false dichotomy أي إن لم يكن هذا التفسير صحيحاً فلابد أن تفسيري أنا هو الصحيح وكأنه لا توجد تفسير أخرى فيقولون لك هناك مشكلة في التفسير الرسمي المطروح على الساحة وفي وسائل الإعلام فالأمور تبدو غريبة بالموضوع والأحداث ليست مترابطة ولا تبدو معقولة فالحطام مثلا لا يبدو كما يجب أن يكون علي مثلما تنبأت أنا به وعلي فما ينشر ما ينشر بالتأكيد غير صحيح وعلي لابد أن مؤامرة تحاك في الظل وهذه هي المغالطة الثانية الثنائية التي يرتكبونها وهو بإعطاءك البديل الخاطئ دون أن يكلفوا أنفسهم بعب الإثبات على أن نظريتهم صحيحة فكل ما عليهم فعله هو أن يجدوا الأمر الغامض بالموضوع ويلقوا الشك على التفسير المقدمة أو القصة الرسمية ومن ثم يستخدموا المغالطة الثنائية الخاطئة لكي يستبدلوا قصة الحادث بنظريتهم الخاصة للمؤامرة وبالطبع فالتنقيب عن الغامض بحد ذاته ليس أمر مقنع ولا صعب وذلك لأننا نتوقع أن نرى الكثير من الغامض في كل قصة فالاحتمالات لوجود مسببات عديدة لتواجد جوانب غريبة بالموضوع أو غير قابلة للتفسير أو غير معروفة في الأحداث التاريخية هي أمور جداً واردة أو قد يكون هناك جوانب من القصة لم يتم نشرها للعلن أساساً وهذا لا يعني بالضرورة أن هناك مؤامرة تجربة الخفاء أو أن هناك نظرية خاصة للحادث ولا بد أن تكون هذه النظرية حقيقية فالغاء التفسير الرسمي واستبداله بقصة من وحي الخيال والاختيار الخاطئ أو المغالطة الثنائية الخاطئة لنعطي مثال هنا على نظرية المؤامرة التي ظهرت في أعقاب أحداث حصلت بمدينة روزول في ولاية نيو مكسيكو في عام 1947 لنبيل كيف ممكن أن يخطلط الأمر على الناس عندما تكون بعض المعلومات السرية أو غير موجودة ففي تلك السنة ظهر على العلن العديد من أصحاب نظريات المؤامرة هؤلاء المؤمنون بوجود نشاطات الكائنات الفضائية اللي هم الـ UFO مع سكان الأرض واختطافهم وغيره مثيرين ضجة كبيرة بإدعاءهم بأن الحكومة الأمريكية تتستر على تقاصيل تحطم مركبة فضائية تم العثور عليها في روزول نيو مكسيكو في نفس السنة هؤلاء زعموا بأن الحكومة الأمريكية مشتركة بمؤامرة كبرى تحاك بالخفاء وأن لها يد في إخفاء الأدلة وإن لم تكن كذلك فلماذا إذن كل هذا التستر والتغطية من قبلها على الدليل القاطع على زيارة الكائنات الفضائية للأرض هذا مع العلم بأن الحكومة الأمريكية كانت بالفعل منخرطة بالتغطية على الأحداث المحيطة بحطام في مزرعة في أوزول نيو مكسيكو بتلك السنة وكانوا بالفعل يلتمسون السرية التامة في هذا التالي لكن هذه السرية لم تكن لأن الحطام يخص مركبات لكائنات الفضائية بل لأنهم كانوا يخبئون حقيقة أنهم كانوا منخرطين في برنامج جاسوسي أرادوا أن يحتفظوا به سراً وقتها لحساسية الظروف المحيطة لكن بعد ذلك تم نشره على العلم واليوم نحن نعرف أنه برنامج معروف باسم مشروع موغل وهو مشروع للتجسس على اختبارات الاتحاد السوفيتي للأسلحة النومية فنعم الحكومات كانت الحكومة كانت بالفعل منخلطة في التقطيع على الحطام وهذا شيء طبيعي فالحكومات دائماً تنخرط في أمور سرية والنشر الرسمية بكون الحطام كان لبالون جوي مع وجود عاكس في طرفه صحيح أنه لم يفسر الكثير وممكن أن يتشكك به الناس ولكن كون الحكومة التمست السرية بهذا المشروع لا يعني بالضرورة أنها كانت تقوم بالتقطيع على حطام اليو اف او أو سفينة قطاع لمخلوقات فضائية فهم في هذه الحالة كانوا يغطون على برنامج جاسوسي في منتصف الحرب الباردة بينها وبين الاتحاد السوفيتي وهذا تفسير ثالث لسبب وجود التقطيع أو الإخفاء يبين كيف أنه ممكن أن يوجد عدة أسباب أو تفاسير للأمور الغامضة بالقصة وليس فقط إما هذا أو ذاك كما يفعل أصحاب نظرية المؤامرة فهذه هي مغالطة الثنائية الخاطئة كماذا كان ومصيدة إدراكية أخرى يقع فيها أصحاب نظرية المؤامرة وهي في توسعة رقعة المؤامرة وهذه ميكانيكية أخرى يجعل منها للنظرية مناعة ضد الأدلة الضاحل فعلى سبيل المثال إن كان هناك مؤامرة أمريكية كبرى لتورط الحكومة في أحداث 11 سبتمبر فذلك من شأنه أن يطرح الكثير من الأسئلة على الساحة من مثل لماذا لم تقل وسائل الإعلام ذات الميل للفكر الليبرالي بكشف ذلك فهم بالتأكيد لن يكونوا داعمين لإدارة الجمهورية المحافظ بوش وهو الرئيس الأمريكي الذي حصلت الحادثة بزمنه وزعم الكثيرون من أصحاب نظرية المؤامرة بأن له يد بعملية 11 من سبتمبر بل من لم يقم أحد من هؤلاء بعمل التحريات الجادة في هذه المؤامرة أو حتى بعمل التقطية الأخبارية لما يقال وما نشر للقصة البديلة مع أن ذلك كان سيجب لهم الكثير من المبيعات والمشاهدات ولما لم يقم الديمقراطيون وهم من كانوا وقتها يمثلون الأغلبية في الكونغرس الأمريكي بالتحري لكي يبينوا تورط الإدارة الأمريكية برئاسة بوش الجمهوري في إحداث 11 سبتمبر أو حتى العمل على إزالة الرئيس أن تبين فعلا تورطه بهذا الأمر وماذا عن تأكيد الجيش الأمريكي على رصدها للطائرات المستخدمة في الحادث وأن لم تصطدم هذه الطائرات البوينغ 747 بالأبراج فماذا حصل لها إذن؟ ولكل ركابها أين اختفوا؟ وكلما زادت الأسئلة كلما توسعت رقعة المؤامرة لأن أصحاب نظريات المؤامرة سيقولون بكل بساطة بأن جميع هؤلاء مشتركين بالمؤامرة فوسائل الأحلام جميعها تعرف ذلك ومشتركة بالمؤامرة والحزب الديمقراطي حتى مع كونهم الحزب المعارض للحكومة فهم أيضا لهم دور فعال في المؤامرة وكل من كان منخرط برسل الطائرات وقتها هو أيضا مشارك بالمؤامرة وإن كانت هناك حكومات أخرى من التي كان من الممكن أن ترصد هذه الطائرات ولم تفعل فهي أيضا جزء من فريق المؤامرة وهكذا تتوسع المؤامرة وتستغل للإجابة عن أي التراتبيات على هكذا مؤامرة ضخمة وبالنهاية فالجهد والقوة والموارد المستخدمة في هذه المؤامرة ستتضخم حتى يصبح عليك أن تعتقد بأن هذا الحدث مؤامرة عالمية أو كونية لحكومات بالظل لحايد في كل شيء لكي تستطيع أن تمرر حدثا بهذا الحجم وهكذا يتقهقر أصحاب نظريات المؤامرة تحت أوزانهم وهذا ما حصل مع من ادعى بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تهبط رواد فضاء على سطح القمر بل كانت العملية برمتها هوكس أو خدع وعندما تسألهم لماذا إذن لم يقم الاتحاد السوفيتي بذكر ذلك فبالتأكيد كان باستطاعتها أن ترصد صواريخ الأمريكية فيجبون عليك بأن الاتحاد السوفيتي كان أيضا مشاركا في المؤامرة لاحظ أنهم يفعلون ذلك دون التحسب لما يترتب ألا قولهم من تناقض عندما يقولون أن الاتحاد السوفيتي جزءا من مؤامرة كبرى مع الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة وهذا طبعا أمر غير مكتوب فإن كان ما يقولونه صحيح فسيصبح عدل الأشخاص والمؤسسات المشاركة بهذا المشروع أمر أكبر بكثير مما ممكن أن يصدقه الله لكن درجة المعقولية غير مهنة مع أصحاب نظرية المؤامرة الكبرى لنقف الآن قليلا ونركز على خطورة نظرية المؤامرة إن وجدت في الواقع هناك بعض المناظرات والمحاورات والأوراق العلمية التي قدمت لمناقشة إذا ما كان وجود الفكر المؤامراتي هو أمر بالعموم إيجابي أو أمر بالعموم سلبي فمن الناحية الإيجابية التفكير والتشكيك في وجود مؤامرة ما هو أمر يخدم الغرض في تحدي القوى بالدولة فهي أحيانا تبين الخلل في تفاسير أو نشرات غير كافية من التي تعطيها الحكومات لنشاطاتها أي هي تعزز الحاجة إلى الشفافية والكشف الكامل فالسرية الشديدة التي تعمل بها الكثير من الحكومات هي التي تتسبب أساسا في وجود أصحاب نظريات المؤامرة والكثير من هؤلاء أي أصحاب نظريات المؤامرة هم بالواقع ناشطون في أمور من مثل المطالبة بحرية الحصول على المعلومة وأهمية جلب المعلومة إلى انتباه العامة حتى لو لم تكن هذه المعلومات أدلة على نظريات المؤامرة الخاصة بهم وهذا أمر جيد لكن من الناحية السلبية يقوم أصحاب نظريات المؤامرة بزعزعة الثقة في الحكومات وفي النظام الديمقراطي والبعض يقول بأنهم حتى يضرون بالغرض من الشفافية بسبب ما يسمى بمؤامرة المؤامرة والتي سنتكلم عنها لاحقة وهي نظريات مؤامرة سخيفة وغير معقولة ممكن أن يستخدمها أصحابها لإلغاء أي مسائلة للتفاسير التقليدية أو الرسمية فالأسئلة المعقولة ممكن أن تجعل الحكومات والمؤسسات على قدر من المسئولية والصدق والشفافية لكن عندما تتطرد فهي يمكن أن تجمعها كلها في مجامع متطرفة مجنونة بنظريات المؤامرة مؤامرة المؤامرة نعني بها بعض النظريات التي تفترض بأن الحكومات نفسها تعمل على نشر بعض من أسوأ نظريات المؤامرة لكي تزيل الشرعية أو تشكك في المسائلات الخاصة والمشككة للإصدارات الرسمية للإحداث أو مسائلة المسؤولين عندما هي لا تريد أن يتم مسائلة المسؤولين فهي تنشر الحكومة تنشر الإشاعة بنفسها فعلى سبيل المثال البعض من أصحاب نظريات تورطوا الحكومة الأمريكية في 11 سبتمبر افترضوا بأن بعض من أفضع سيناريوهات نظريات المؤامرة طبعاً فيه نظريات كثيرة للـ 11 سبتمبر طلعت وقتها ولا زالت فيقولون أحد من أفضع سيناريوهات كانت طلعتها الحكومة بنفسها وأنها أي الحكومة تقوم بإخفاء الأدلة التي تثبت بأن هذا السيناريو الخاص فيها خطأ وهي أو العاملين بالحكومة منتظرين للوقت المناسب كي يعرضوا هذه الأدلة وبصورة شاملة بكي يثبتوا هاشفوا السيناريوهات هذا خطأ إذن فول هؤلاء السيناريوهات الأخرى للنظرية تورط الحكومة بأحداث 11 سبتمبر هي أيضاً خاطئة وذلك حتى يزيل الشرعية على كل نظريات المؤامرة التي قدمت لهذا الحدث حتى الصحيحة منها أو الشرعية على حسب رأيهم أي أن مؤامرة المؤامرة تسمح بإلغاء جميع نظريات المؤامرة وتضر بالغرض من الشفافية والصدق بواسطة عمل التغطية للعملية بأكملها وعدم مسائلة الحكومات عندما يتم تجميعها بالكامل في خانة أن كل نظريات المؤامرة سخيفة أو جنونية أو غير معقولة نظريات المؤامرة أيضاً لديها أجوبة أحادية بها أو سهلة جداً لمسائل معقدة جداً وأحياناً تكون مصاحبة لمصطلحات عنصرية أو شديدة في التعصف فعلى سبيل المثال أصحاب النظرية قد يكون أنفسهم من إثنية معينة وهذه الإثنية قد تكون غالباً عليها السمعة أنها فئات سوداوية سيئة يعني مثل الكوكلاس كلان وهذه الفئة تحاول إما أن ترتكب مؤامرات على العالم أو قد تريد التسلط على مجموعة ما بالمجتمع وهذا ينتج من الطبيعة التعصبية لهذه الفئة ويعمل أيضاً كوقود لتقوية هذا التعصب والعنصرية بينها وسواء كانت الغاية من التفكير المؤامراتي خيرة أو شريرة فهذا النوع من التفكير يدخل نطاق العلم المزيف الذي يكسر الكثير من مبادئ التفكير النقدي الذي تطرقنا إليه في المحاضرات السابقة وخصوصاً تلك المذكورة في محاضرة العلم والعلم المزيف فهي تلبي الكثير من الحاجات السيكولوجية للبشر وهي مبنية على الانحياز التأكيدي ويتم صيانتها باستمرار بالمغالطات المنطقية التي يكون وقودها هو الخلل في الإدراق والذاكرة فالعملية برمتها ملوثة بالعيوب المميتة أو ما يسميه بعض علماء النفس لأنها معرفياً مشلولة أو epistemologically crippled لأنها تمثل تجسيداً حياً للمغالطة الدائرية التي تعطي المناعة للنظرية ضد أي احتمال بدحضها وهذا إذن بخطر كبير ولذا فالدرس الذي نستخلصه منه هو أنه يجب أن تكون دائماً على حذر من الميكانيكية الخبيثة أي التي غالباً ما تحصل باللاوعي وتستخدمها لكي تحمل مناعة لإعتقاداتك الشخصية ضد الأدلة أو الحقائق ولا يجب أن تحتقد بأن بكرة التآمري محصور في مجموعة متضطرفة فقط فكما ذكرنا في بداية المحاضرة بأنه يوجد لدينا كلنا وبدرجات متفاوتة شخصيات تؤمن بالمؤامرة مختبئين بداخلنا فمراقبة أو الانتباه لوجود مؤامرة في العموم هو أمر كان دائماً مهم لنا كبشر وجزئياً مسؤول عن سبب استمراره معنا حتى الآن فنحن لدينا الميل الطبيعي في أن تساءل إن كانت هناك مؤامرة تحاق بدنا بالخفاء أو هل بعض الناس يعملون أمور لكي يعادوننا شخصياً ويعادوا مصالحنا؟ فهذه الطريقة بالتفكير هي طريقة تكيفية وإلا فلم يكن للنظريات المؤامراتية أن تستمر معنا إلى الآن كما ذكرت سابقاً وحادث الحادي عشر من سبتمبر كان بالفعل يوجد بها مؤامرة لكن هذه المؤامرة تم التخطيط لها وتنفيذها من قبل القاعدة وليس الحكومة الأمريكية وهذه كانت المؤامرة الوحيدة التي فشلت الحكومة الأمريكية بأن تحول دون وقوعها بالتحرير المسبق بصورة مناسبة فيجوز أنه كان بالإمكان منح حصولها لو كان للمسؤولين درجة أهلة من حب الاستطلاع أو حتى لو كان هناك شيء من البرانوية أو الشكل المرضي فهذا كان ممكن أن يعمل على تلافي وقوعها كما كانت هناك أيضاً مؤامرة لاختيار إبراهام لينكن على سبيل المثال والمؤامرة نجحت ونحن نعلم ذلك لأنه تم عرض تفاصيلها لاحظة فالفرق بين التحري عن المؤامرة الحقيقية ونظريات المؤامرة الكبرى هو كالفرق بين العلم والعلم الزائف أو العلم المزيد فعندما يتم افتراض أن هناك مؤامرة فعليك أن تعاملها كأي فرضية علمية ولا تفترض فقط أن المؤامرة حقيقية وكفا لكن إن نظرت فقط للأدلة التي تثبت النظرية المؤامراتية وعزلت عنها الأدلة المتناقضة أو الداحظة لها وحولت عب الإثبات على الآخرين ومن ثم قمت بدعم النظرية بالبحث عن الغوامض فيها فأنت تقوم بالعلم المزيد المتعلق بنظرية المؤامرة الكبرى وكان من الأجدى أن تسأل نفسك أسئلة علمية تشققية من مثل هل هذه النظرية صحيحة؟ هل توجد طريقة أكثر براءة أو معقولية بتفسير ما حدث؟ ماذا نقول عن الواقع، عن الواقع ما حصل؟ ماذا نستطيع أن نقوله عن ما نعلم بالفعل وما لدينا من البيانات؟ هل توجد أدلة لهذه القصة بالذات أو لهذا تفسير للحدث؟ ماذا أيضا يوحي لنا هذا التفسير؟ فلو كانت المؤامرة حقيقية فماذا أيضا يجب أن يكون صحيح؟ أي ما هي التراتبيات عليها وما تتنبأ بها؟ وهل بوسعنا التحري عن هذه التراتبة؟ وهكذا، فأنت يمكنك أن تقوم بتحري علمي تشككي لأي مؤامرة لكي تكتشف أي منها معقول وأي منها غير معقول أي أن التحري مطلوب لكن التطرف والافترابات دون أدلة مرفوض وباختبار نظرية المؤامرة شديدة التطرف أو نظريات المؤامرة الكبرى المصنفة كعلم مزيف نحن نتمنى أن نحدد تلك الأنماط من التفكير والمصائد الإدراكية التي نكون كلنا ضحايا لها بدرجات متفاوتة ومعرفتنا بنظريات المؤامرة الكبرى يساعدنا على تحديد العيوب الأكثر خبثا في منطقنا الشخصي أي تلك الأمور التي لا نشعر بها وهي تتغرغل في نسيج حياتنا اليومية الحلقة الجاية ستكون عن الأنفار يعني لما تسمع واحد يقول ماذا نعني بذلك وما الفرقها وبين السكيبتسزم أو التشكيك شكرا لكم جميعا تفضل أول حقا شكرا لكم جميعا تفضل أول حقا